السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم أخوز الفتادي تصادر سيرته كان لشخصية النبي محمد تأثيرا كبيرا في التاريخ ولذلك فإن حياته وأعماله وأفكاره قد توعد فاتموا من أن يقشت على رطاق واسع من جالب أمصاره وقصومه على مر الترود كما اهتم المسلمون قديما وحديثا بسيرة النبي محمد باعتبارها المنهج العملي للإسلام فألف علماء الإسلام مؤلفاتا عديدة وجامعة في سيرته ودوانهم فل ما يتعلق بذلك القرآن يعد القرآن مصدرا أساسيا من عرفة سيرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم جونه أقدم وأوثق من صادر السيرات النبوية لأنه يرجع إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يتبق المسلمون كافة على مدى الوصول على نسخة واحدة منه رغم اختلاف الفروض بفرق الإدراف الإسلامي وإن كان القرآن لم يتناول كل سيرة النبي محمد باستفادة إلا أنه يذكر فيه إشارات كثيرة إلى سيرته إما بصريحة عبارة أو بالإشارة أو بالتضمين فيذكر فيه بعضا من شمائله ودلائل نبوته وأخلاقه وقصائصه وعن حالة أهم النفسية وذكر فيه أيضا شيئا عن غزواته لا أحب كلمة غزواته لكنني سأستخدم كلمة فتوحاته وقد وردت في القرآن مع يقارب 280 آية فيه الفتوحات وهي تساوي نسبة 4-65 من القرآن جاء بعضها بالإشارة وبعضها تصريحا كفتحات بدر وعهود والحندق والحزيبيا وخيبر وفتح بك فمثلا تستمنت سورة الأحزاب على تفاصيل من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وأصحابه كما تضمن التفاصيل كثيرة عن فتح الأحزاب كتب الحديث كتب الحديث قد شغلت سيرة النبوية خيزا كبيرا من كتب الحديث وكل من ألف في الحديث كان يخصص أقساما وأبوابا وأكتبا خاصة بما يتعلق بحياة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وفتحاته وحتى عن صحابته غير أن تلك الأقسام أن تكون مرتبة ترتيبا زمنيا ثم إن مقصد مؤلفي هذه الكتب كان منصبا على جمع أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريراته وأحكام وكانت مشاهد السيرة تأتي في تناياها ليستدلوا بها على تقر الشرعي إذا جاءت بدون تفصيل بل كانت تقتصر على بعض تلك الأخبار وفق منهج أهل الحديث في الرواية اتفحى علماء المسلمين على أن أشهر أقدم كتب الحديث التي زفرت بأخبار السيرة النبوية هو موت مالك حيث أورد جملة من الأخذيث تتعلق بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم وعصافه وذكر ما يتعلق بالجهاد وكذلك فعل البخاري في صحيحه حيث ذكر جوال من حياة محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعث وبعده وخصص كتابا في المبازي وفرق الجهاد كما ذكر كثيرا من حصائصه ودلائم مهاتذاته بما يوازي عصر صحيحه وهكذا فعل مسلم بن الحجاج في صحيحه حيث اجتمل على جزء كبير من سيرته وفضائله وجهاده وكان كل من جاء بعدهم اتبع نص النهج مع اختلاف التبويب والترتيب كأصحاب السنن لداود والدرمدي وابن ماجه والدرامي وعحمد بن حمد كتب السيرة بدأت كتابة السيرة النبوية والمغازي في مرحلة متأخرة عن كتابة الاحديث النبوية وان كان الصحابة يهتمون بنقل سيرته الشفاية فكان اول من يهتم بكتابة السيرة عموما هو عروة بن الزباين توفيا سنة 99 هجريا ثم ابان ابن عثمان توفيا في 105 هجريا ثم وهب بن منبه توفيا في 110 هجريا ثم شرحبين بن الصعب توفيا في 123 هجريا ثم ابن شهاب الزهري توفيا في 124 هجريا غير ان جميع ما كتبه هؤلاء قد باد وتلف فلم يصل الينا منه شيء إلا بقايا متناثرة روي بعضها الطبري في الطبقة التي تلها هؤلاء يأتي محمد بن اسفاق توفيا في سنة 152 هجريا والذي اتقى البحثون على أن ما كتبه يعد أوثق ما كتب في السيرة النبوية في ذلك العهد ولكن كتابه المغيزي لم يصد إلينا فقام ابن هشام الذي توفيا في سنة 218 هجريا فروع كتاب ابن اسفاق مهدبا ملخصا وهو المعروف لكتاب سيرة ابن هشام تم اعتمد الطبري الذي توفى في سنة 310 هجريا بشكل أساسي على أخبار رويات عن ابن اسفاق في الجزء الخاص بالسيرة النبوية من كتابه تاريخ الطبري حصدر آخر ظهر في وقت مبكر من ربوى المعازين للوقدي توفيا في سنة 227 هجريا والذي استفاد منه تنميده ابن سعد البغدادي توفي في سنة 230 هجريا في كتابه المسلمة في الطبقات الكبرى الكثير من الباحثين تعاملوا مع هذه المصادر كمصدر صحيح مع أن دقتها غير مؤتنة لاحقا عمل الباحثون على التمييز بين الأساطير والروايات الدسيسة والمجدوبة من جهة والروايات التاريخية البحثة من جهة أخرى هل القارب آخر إن شاء الله شكرا شكرا